مع القانونجي اللعب له. القانونجي. هو خلود اه لما حالة كل انسان مش حتى حامل الجنسية التونسية هو ايضا على الاراضي التونسية. يعني عنده الحق في لي بش نحكيوه. مرحبا بيك اه خلود مرة اخرى من او رابط لنا. عسلم. عسلم. مرحبا بيكم. وبالحاضرين وباليسمعوا فينا في المطرف في الريح. عاوي. في دبيكم على رويحكم. اثنية رايت خوف والكراها رايت اتزعلك في المطرف. عاوي. بضبط جوسكة ريمايندر عملتك تفكير تفكير صغير. واني نعرف الظروف اذاك علي. سهلا. اليوم يا نور بش نحكيوه على التقاضي. التقاضي على درجتين. هو هذي المبدأ هذي مبدأ اساسي في القانون التونسي. شمانتها نتقاضي على درجتين. معناها الحكم اللي بش يخرج من المحكمة ما هوش هذيك حكم نهي. ركت نجم تستينف ولا تطعن فيه ولا تعترض بلغة اوضحة على الحكم الصادر هذي كاني في حقك انت. اما اذا كنا نحبوه نحكيوه على معناها التقاضي على درجتين لازمنا نحكيوه على التمثيلية متياولة هي الطعن. شنوه معناها الطعن في الحكم وشنية اصلا هي الطعون الممكنة. بش نفهموه ما احناتاو. الطعن هي امكانية اعادة نظر في القضية من طرف نفس المحكمة. وإلا محكمة اعلى منها. معناتها تنجم تكون محكمة لي اصدرت الحكم هذيك وإلا محكمة اعلى منها. بش نشوفو بعضنا تدرجوا المحكم به. اول حاجة. بش نشوفوه انمع الطعون. الحكم الساعة اللي نجموه نطعن فيه هو شنوه اصلا. المحكمة اللي تنظر في الطعن هذيك وش كون اللي نجم يقوم به. بالنسبة الاول حاجة. نجم ونعمل اعتراض. الاعتراض هو النوع من الطعوم اللي يصير على الحكم الغيابي. أهم يتقوم معناها المحكمة تنظر فيه المحكمة ليصدرت الحكم هذيك مثلا اذا كان انتي فى المحكمة الابتدائية راي المحكمة هذيك تنظر في الطعن هذيك. بي. ولي يقوم به لي هو محكم ضده. وليانه الحكم هيfal غيابي هو ما كانش حاضر فالجلسة. بي. نتعديه للمرحلة التانية. اللي هي الطعن بالاستأنف هذه الاستأنف محكمة الاستأنف. هي محكمة ذات درجة عليلة. اعلى من المحكمة الابتدائية الاحكام اللي نستينفو فيهم وما عادة الحكم الابتدائي اللي يكون صادر في ميدة الجنح يعني حكم اولي ما هوش حكم بيت والفرق ما بين الحكم البيت والحكم الاولي انو الحكم الاولي النجم ونطعنو فيه والحكم البيت لا يقبل الطعن باي وسيلة من وسائل الطعن يكون من عند المحكم محكمة الناحية ولا محكمة الابتدائية الناحية ما هو والابتدائية يختلفوا فيش يختلفوا في بشه حاجة في الترابي إلي هي معنها إنتي وإن الشيطان وإن العالم حتى الاقتصاص الثرابي وكما يختلف وزيدها في الدعوة إذا كانت الدعوة سبعة ملايين դarre تسلسوا إلى محكمة الناحية إذا كانت أقل في المحكمة الإبتدائية لهذا بالنسبة لهما فهو المحكمة التي تنظر هي المحكمة الإبتدائية بالنسبة للأحكام القديمة الصادرة عن محكمة الناحية معناها الإبتدائية التستينفو فيها م متى الأحكم من الناحية اللي يخرجوا على محكمة الناحية نستين فيهم في اللبت دائية أما اللبت دائية نستين فيهم في اللبت دائية اللي أنا هي بروح بروح واضح طول اللي عندهم الحق بش معانت يقوموا بإجراء الطعن هذي هما المحكم ضده القائم بالحق الشخصي معانت اللي رفع الدعوة من الأساس ووكيل الجمهورية والمدعي العام المدعي العام ووكيل الجمهورية المدعي العام بالحق العام بالطبيعة لأنه مو معناي مثل ومصحة المجتمع طيب وش نجيو الثالث طعن اللي هو أهم واحد اللي هو التعقيب برشا ناس تقول لك شنو الفرق ما بين تعقيب واللي بتي دائي والاستينيفي ودرشنا بيت محكمة التعقيب هي محكمة قانون يعني هي ما تنظرش في قضية ولا في أوضاع القضية ولا في الأدلة المتعة القضية ولا حد شيء هي تنظر إلى مداد تطبيق القاضي للنص القانوني وإلى مداد درجة التأويل متاعه يعني راي هي ريال مو متنظرش للوقائع متع الجريمة راي تنظر إلى الأصل اللي تكايف به الجريمة بالنسبة للأحكام متعة تعقيب عنا الحكم النهائي اللي هو يكون صادر في ميدة المخالفات من محكمة الناحية والحكم النهائي اللي صادر في ميدة الجنح من المحكمة الابتدائية والحكم النهائي اللي صادر في ميدة الجنحية من أحكمة الستينيف يعني هنا نصالخ كلها أحكام ودى تصبغى نهائية لكن ما هوش بيت آه شفت هاني تحت فيه هنا بيدي المبيش معناها يعني كل ما تصبغني هائية وبيت فرما ديفيرانس بينهم كم منو سكرنا المحكمة اللي تنظر في الطعن هذي هي محكمة التعقيب ولي عندهم الحق بش يقوموا به هو المحكم ضده القائم كيف كيف بالحق الشخصي وكيل الجمهورية والمدعي العام معتهم هما نفسهم اللي في محكمة الستينيف باي معنا حاجة هذي حاجة الفي حاجة متطورة اللي هي إعادة النظر هذي نوعا من أنواع الطعون أما ما يقوموش به العبيد الكل لا وكيل العامل حتى هذي يقومو به زوز منيسبرك اللي هو المحكم ضده لأنه هو المتضرر وزير العدل هذي نشور في حالات قصوة بطبيعة يبدأ فيها فسادة يعني فعلا هكا نوعا يبدأ مثلا فما فسادة في القضية ولا فما تحيز ولا فما رشوة اللي تحكم ضده الإنسان يقول لك أنا ليه مستحقش في الحكمة ويجب دليل بطبيعة القراءة ووقتها يولي إعادة نظره وهو نوع من أنواع الطرون أما الحقيقة إعادة نظره وسيد خي غاغ غاغ بش يصير ما يصيرش برش شكوني معناها الأحكام علش هو بالرسمي حالة نادرة جدا لأنه إعادة نظر تكون زيدة في الأحكام البيتة كما قلت لك اللي تثبت عليه مثلا يعني هيدا الاستثناء بتاع الاستثناء الاستثناء بتاع الإعادت النظر أما هه هوا المحكمة اللي تنظر في الحكم هذية ولا في إعادة النظر هي المحكمة لأذرة الحكم في المطوع معناها إذا كان مثلا محكمة التعقيب معني محكمة التعقيب هي خطر محكمة التعقيب تخرج مثلاً يجيها حكم بالإدانة من محكمة للسينيف هي ش تنظر إلى طريق التطبيق القانون وإلى مدى التكييف الجريمة هكذا وقال لك بش تقول لك راه القاضي يطبق القانون كاو ما عندي ما نعمل خطر هي محكمة أصل بضبط فما بردت ناس يقول لك هي هي في القانون يقول لك راه ما حكمة التعقيب ما هيش محكمة من درجة ثالثة هي محكمة أصل بضبط يعني تنظر في أصل القانون بضبط دونك ليه محمد رسول الله ولا يعني غير ما هذي مما الطرق كما كنت تحكي خلود يعني متاع الطعون برشا ما الناس ما يعرفوش اللي فم طرق سامبل اللي تنجم تطعن فيها في الحكم كما قلت أنت تحاول إنه ما توصلش الحكم بش ما ما يكونش بيت مش نجم تطعن فيه أهم حاجة نور حكم بيت أحكم الغيابية يعني لو فيت أنت مشي مثلا ما مشيتش ولا تغيبت على الجلسة وخرجت فيك حكم غيابي وما عادة الأحكم الغيابية رعي ديما تخرج ضد اللي ما جيش معناها ضد المحكم عليه طالعن أنا عندي قاضية برغي اكزامبل ما نعرش شبهة فسيد ولا لي هو وما مشيتش حضرت في الجلسة لأن أمو ما في الجلسة مش اسمه أقوي لي هكا ولا لي صح وإنا ما مشيتش شمعنيها مع أنت أنا راني لصقت الجريمة فيا هكا تعتبرها يعني المحكم هكا تعتبرها هكا تعتبرها هكا تعتبرها اللي أنت ما جيتش دفاتها روحك شمعنيه طو معناك غلط مدين مدين إلى أن تثبت للبراءة هكا نروا عندك الحق في الاعتراض نجم تعترض ما تكونش رايني هي تلعالم والذيك هو حكم بيت لك نجم تعترض عليها نجم تتبع زد بقيهية الإجرائيات وركت نجم تقوم بجميع الطعون حتى اللي تستوفى حقك لك والأحكام تنجم تكون تخرج أحكام بالإدانة وتنجم تخرج أحكام بالبراءة سا ديبان يعني مجر القضية والقراءة والدليل هذي فكرة شاملة وعاملة عامة على الطعون وكما اخترت اليوم بجتحكينا على تقاضي على درجتين أخذيتوا فكرة سيبان لوليد طيب الوم إن شاء الله ما تخصطروش أميل خبير فكرة بتم عاملش مشيكل ظالا عنو أعطتكم فكرة رد بيلك أميل رد بيلك سحيط يعطيك سحا خلود بن سعيد واكنت هذي القانونجي 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 مع القانونجي اللعب له القانونجي يلا مزر متواصل معكم وبعد شوية الأمير يتصدر على عرش وعمد وما يحكينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر